موسيقى مساء الخير أهلا بكم المملكة تسجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الحصيل الأكبر من حيث عدد الإصابات منذ بدء أزمة وباء كورونا 811 إصابة جديدة أحصيت بينها 455 إصابة في جهة طنجة تتوان الحسيمة توفي من بين المصابين بالفيروس 6 أشخاص فيما تمثل للشفاء 182 مصابا وفي ظل هذه المعطيات العودة لتطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة إذا لم يتم احترام التدابير الاحترازية لأن الفيروس بيننا وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاد على ضحاياه والفتك بهم الكلام لوزير الصحة خلال ندوة افتراضية أكد فيها أيضا على أنه إلى حين التوصل إلى لقاح فعال وآمن ضد كوفيد 19 سيتم تمكين المرضى المصابين بأمراض مزمنة من اللقاح الخاص بالانفلونزا الموسمية إلى جانب توفير البنوموكوك البالغة الأهمية خلال الخريفة المقبل للمصاهمة في الرفع من مناعة هذه الفئة والتخفيف من وطأة الانفلونزا وتبعاتها الوزير شدد على أن هذا اللقاح ليس لقاحا فعالا ضد فيروس كورونا لكنه يعد أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم اعتمادها إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير الوقائية ونقص الخطر دق أيضا في الندوة الأسبوعية لوزارة الصحة تم خلالها التأكيد على أن الحجر الصحي يلوح في الأفق مجددا وتمت دعوة المواطنين إلى التقيد بالإجراءة الوقائية سعاد زعيد راوي بسم الله الرحمن الرحيم حصيلة مستجدات فيروس كورونا خلال أسبوع كامل غير مطمئنة أما نتائج امتحان المسؤولية التي اختبرنا فيه بعد نهاية الحجر الصحي كانت مخيبة للأمال يكفي أن نقف عند هذا المعطى حتى تتضح الصورة أكثر عدد حالة الإصابة المؤكدة التي سجلت خلال ستة أسابيع الأخيرة هو نفس العدد الذي سجل خلال ثلاثة أشهر ونصف قبل إجراءات التخفيف عدد الإصابات في ارتفاع بشكل يومي بالإضافة إلى الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة التي ترقد بأقصام الإنعاش الوفيات للأسف الشديد كنا نسجلوا كم دوزوا أيام بدون تشجيل أي حالة وفاته كنت كنت تتبعوا في التصريح اليومي الذي كنا نقدمه للأسف الشديد مباشرة بعد رفع الحجر الصحي عدد الوفيات بدأ يرتفع بشكل مستمر أسبوع بعد أسبوع والأسبوع الماضي سجلنا 23 حالة وفاته فضلا عن هذا كان ارتفاع كذلك للحالات في أقسام العناية المركزة والإنعاش الدكتور معاد المرابط في ندوته الصحفية الأسبوعية لوزارة الصحة وفي فقرة التفاعل مع أسئلة المواطنين يجيب عن سؤال يهمنا جميعا تزايدوا الحالات بشكل كبير ومحترموش أن نستدابلوا الوقاية يقدر يرجع الحجر الصحي موازاتها مع عيد الأضحى بغض النظر عن عيد الأضحى فقاش ما تزايدوا الحالات بشكل كبير وتعقدات الوضعية الوبائية فالحجر الصحي سيعود هذا الشيء اللي يكين في عدد من الدول اللي هو الحجر سيكون على حساب المناطق على حساب الجهات اللي فيها الحالات منتشرة بغض النظر عن العيد أو ما شيء طبعا هي نتيجة حتمية لمفر منها عندما يختل التوازن بين كفتي التقيد بإجراءات السلامة الصحية وصحة المرء وحياته ألا تستحق الحياة التقيد بوضع قناع؟ ألا تستحق سلامة العائلة والمقربين احترام مسافة أمان فقط؟ هل غسل أو تعقم اليدين أمر أصعب من فقد والد أو ولد؟ هو امتحاننا جميعا إما منتصرون أو هالكون؟ وفي مدينة طنجة الوضع الوبائي يواصل غير مطمئن فأغلب الحالات التي تسجل مؤخرا في المملكة بما فيها الإصابات والوفيات يسجل في هذه المدينة واليوم فقط أحصيت بها 427 إصابة لمواجهة هذا الوضع تم تعزيز العرض الصحي بإحداث قسم للإنعاش والعناية المركزة بمصحة الضمان الاجتماعي وهو القسم الذي انضم للعمل فيه إلى جانب الطاقم الطبي المدني طاقم طبي عسكري يضم أكثر من أربعين طبيبا روبرتاج صديق بنزينة فريد غيتو العرض الصحي بطنجة يتعزز بقسم جديد للإنعاش بمصحة الضمان الاجتماعي من أجل مواجهة تزايد الحالات الحارجة ضمن المصابين بكوفيد-19 وهو القسم الذي يضم تسعة أسر للإنعاش وأحد عشر سرير للعناية المركزة مجهزة بأحدث المعدات الطبية هذه المصلحة مكونة أيضا من قسم للعناية المركزة بطاقة السعابية لحضر السرير مجهزة بآلات مراقبة الوظائف الحيوالية للمرضى الأكسجين وآلات تنفس طناعي وكذلك آلات قياس غازة الدم العرض الصحي الجديد يتعزز أيضا بطاقة من طبي عسكري حل بمدينة طنجة بتعليمات ملكية ويتكون من 48 إطارا متخصصا في الإنعاش والتخدير وفي علم الأوبئة والفيروسات وهو الفريق الذي سيشتغل جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي المدني سيشتغل فيها فريق طبي عسكري لدعم الجهة والدعم الأطور دينا ويتكون من 48 إطار متخصصين في الإنعاش والتخدير ومتخصصين في علم الأوبئة ومتخصصين في علم الفيروسات تنفيذا للتعاليم الثامية لصاحب الجلالة نصره الله فرق طبية تم إرسالها إلى مدينة طاجة لمساندة الفرق طبية المدنية في هذه المرحلة الثانية من الأولويباء كورونا وخاصة بهذه الحالات الحريجة ونحن مجنود مجندون لقضاء هذا الفيروس خاصة هذه الحالات الحريجة وستمكن هذه البنية الصحية الجديدة من دعم جهود المصالح الصحية لمواجهة الحالات المتزايدة للإصابة بالعدوى وارتفاع الحالات الحريجة حيث سجلت أمس بطنجة وحدها 199 حالة إصابة جديدة وست وفيات ومع تصاعد المهول في أعداد الإصابات وكذا الحالات الحريجة والوفيات وزارة الداخلية تؤكد على تصميم السلطات العمومية على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية وتؤكد أنها لن تتوانى عن تنزيل العقوبات القانونية في حقي كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمام الواقية وتهديده للأمن الصحي ونظام العام وكل مخالف لذلك تؤكد الوزارة سيتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة وألف وثلاثمائة درهم وفي جهودها للتطويق لتطويق رقعة العدوى رفعت المملكة تدريجيا من عدد تحاليل الكشف عن حالة الإصابة وباتت تحتل في ذلك المركز الثاني إفريقيا والأول في شمال إفريقيا وزارة الصحة أوضحت أن عدد التحاليل بلغ خلال الأسبوع الأخير 130 ألفا وسبعمائة تحليل أي بمعدل يومي يناهز 18 ألفا فيما يتعلق بالتشخيص فضلا عن التحاليل الأخرى التي تجرى للمرضى في المستشفيات أو في المؤسسات الاستشفائية ومغاربة العالم يجدون أنفسهم في مواجهة تعقيدات كوفيد-19 على مستوى التنقل من دول المهجر نحو الوطن الأم ارتفاع في تكاليف السفر عبر الطائرة وغلاء لتحاليل بيسايغ التي باتت إجبارية عاملان من ضمن عوامل أخرى فرضت على عدد منهم ملازمة دول المهجر من هولندا روبرتاج من تحرير زهير داوتي في مدينة أوتريخت كما في باقي مدن مملكة الأراضي المنخفضة مغاربة هولندا كانوا يخططون لقضاء العطلة الصيفية في وطنهم الأم لكن فيروس كورونا فرض تعقيدات كبيرة على رحلة السفر العام ماشي كما السنين اللي فاتوا ولكن صبروا ان شاء الله العام الجي ان شاء الله وكين ان شاء الله كنت منوا هذه الوبائي الزعلين الله تعالى وفي مقارب ان شاء الله نمشي ونزوروا البلاد ان شاء الله أنا كنت قد نمشي هذا العام هذا المغرب ولكن اجلت السفر ديالي حتى العام الماجي علاش لي نتفاجأنا بهذا القرار لتأخذات الوزارة ديال التحليلات التي يخص ندوهم معنا أنا ملي سورت على التحليلات هنا في هولندا كان لقاها كتسوة مئتين تالأورو الواحد أنا عندي ربعات ديال بيرسون حنايا كنا قد نشو سيمة عن الماجية كيفاش قد ندير مئتين تالأورو الواحد عندي 800 أورو بخي ديال القيارة والقضية ديال خصك تجيب الورقة من طبيب من هنا من بين الأسباب الأخرى التي تعرخل زيارة الأهل في المغرب ضرورة إجراء تحليل بساير العديد من المهاجرين يرون أن سعر التحليل مرتفع ولا سيمة بالنسبة لمن يتوفر على أسرة كبيرة نحن بلادنا نمشي وندوز وعطلة كما رأى كما العادة نمشي للسيارة بولدنا اللي عنده ربعا خمسة اللي أحسن عوان دلعام كنا يعني مفرحانين مهودي المغرب نشوف العائلة ديالنا والدين ديالنا الأصدقاء الأحباب وليني الهولنديين سلطة هولندية كتقول واحد الكود بالأورانية يعني بالعربية هو اللون ليموني تقول لك إلي مشيتي المغرب كتحمل المسؤولية ديالك إليس تدعلك الشعاجة يعني المسؤولية ديالك تحملها واضح أن كوفيد 19 غير كل المعطيات المرتبطة بالتنقل خارج الحدود الوطنية كما هو الحال بالنسبة لمغاربة هولندا ولكل مغاربة العالم في النشرة أيضا نهاية الأسبوع الأخيرة قبيل عيد الأضحاء الإقبال فيها على الأسواق النموذجية للأغنام والمعز في مدينة الرباط يوصف بالمتوسط أما عن الأثمنة فتتباين بتباين الجودة وباقي المعايير كما هو الشأن في سوق حين نهضة هو واحد من بين ستة أسواق نموذجية تتوزع على المراكز الكبرى لجهة الرباط سالا القنيترا روبرتاج مريم أملى ليوسف لطفي بيع الأكباش الروج الاقتصادي رقم واحد قبيل فترة عيد الأضحاء هذا العام نظر السياق الستنائي تدابير تنظيمية وصحية لضمان حسن سير عملية اقتناء الماشية داخل الأسواق كما هو الحال هنا بسوق النهضة وسط العاصمة الرباط قبل الولوج إلى الداخل مراقبة صارمة للزبناء أما بالنسبة للباعة فتحليل فيروس كورونا إجباري أمير احتياطات مع السلطات المحلية باش نقلصهم منتشار الوباء وفي نفس الوقت الوزارة وضعت هنا هذه الجهة واحد لستين ألف كمامة طبية اللي غادي توزع العيني للفلحة والزوار ديالها الأسواق باش نقصوه منتشار ديال الوباء وفي نفس الوقت كينا لجيان يوميا اللي كتتبع النشاط ديال الأسواق على سعيد جهة واللي كتتعطي معلومات لأنه العرض كل ساعة للسلطات المحلية باش ناخدوه لتدابير في الوقت ديالها على بعد أقل من أسبوع من مناسبة عيد الأطحى المبارك العرض بهذا السوق النموذجي متوسط وكذلك الطلب والأثمنة تختلف حسب القدرة الشرائية سوقاتها شوية عين ميشي المليح شوية مكين والسوق تاني ما عامرش ميشي بحال عامر بحال والأتمينة لا تشلف هنا كتوفة تشلف أسمين الله كنت مال في المليح وعز عمل صغير خالي شوية ولكن الحاجة المزيانة غالية واتمينة 55, 56 كنت لاتين كنت لحساب علاقة اللي قد عليها قد شهدوا بلاذ ما يأخذ سلالات مختلفة من الأغنام ولوجها للسوق مشروط بتوفرها على رقم تسلسلي تحمله الأقراط الصفراء المثبتة على آذان الأكباش مما يعني خضوعها للمراقبة البيطرية في المقابل الأمل يحظو الكسابة في أن لا تكون لتداعيات الجائحة إنعكاسات سلبية على اقتناء الأضاحي ممكن أن تزيل هذه العملية أزيلة لأنه إذا تغلق سيبادة تنزل زي هي الربادة كل حاجة ستا مانز تلازة 48, 38, 36 والسلالة لنتم حضرتها إذا نتوين كناق السلعة هذه بيو وكلين غير العشوب واتمينة مزيانة كين 28, 27, 29 تمانا رخيص هذول عام الفيت كنا كان نبيعهم بـ 34 و 35 إلى جانب سوق الأكباش هاته بحي النهضة بالرباط سوق مماثلة تتواجد بحي الفتح هي من بين ست أسواق نموذجية تتوفر عليها المراكز الكبرى لجهة الرباط صلى القنيطرة بالإضافة إلى 46 سوقا موزعة على أقاليم الجهة ستظل فاتحة أبوابها إلى غية عشية الخميس المقبل في تمو والمسائية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة